بمناسبة الفرقة الكويسة عمر جمال النهاردة فيه اخبار عودته من الصفاقس بعد ما كان خلاص كله اعلن انه مضى ولبس الفانيلا كمان والله احيانا الانسان بحسن نية بيدعى نفسه في مشاكل اللي هو في غينة عنها هو قبل الصفر كان قد طلب الى التجنيد وهو كان معاه تصريح فاضل فيه ومين فكشف عمله وفهم انه هو مطلوب للتجنيد فقال لك اروح اخلص وسرعة وارجع اروح اخلص موقفي واقعارتي للصفاقسي وارجع دون ادراك ان طالما ان انا دخلت التجنيد وتقريبا حلبس يبقى خلاص بقى مفيش سافر اي فهو لما سافر كان ايضا فيه التزام انك انت قلت له ارجع ارجع قال لي انا مش حاضر ارجع دلوقتي انا تعقدت انتهى والعقد كانت بعثت صورة منه للنادي الصفاقسي فالصفاقسي استخدمها وحصل على الترانسفير الشهادة هناك دلوقتي اخوه كلمني اكتر من المرة يبني الموضوع مش ظهر ما ينفعش تتكلم من بعيد انك تحيل مشكلتك انت مش خارج بتستأذم المدرس بتاعك ان عندك مشوار لازم تعمله ده تجنيب لا يمنك احد ان هو اجابك على السؤال ده غير اصحاب الشاء اصحاب الشاء اللي بقولك اذا ما رجعتش عندك مشكلة حقيقية هتتحول الى تهرب ودي جريمة فيها سجن ادرك ان هو لا لازم يرجع وعشان يثبت حسني ان انا ما كنتش قاصد ان انا لا تهربوا لحاجة انا جاي يعني اخضع للخدمة اه طبعا والنهار ده كان الصبح موجود واعتقد انه هو باللافظ التجنيد لبس يعني اركاد الافراج اه فهو دلوقتي مجند ايه اللي حيحصل اه مش هيسافر يعني اذا اذا ما حصلش اه ان ان سوم حلاو بتأجيل ولكن طالما لبس ما فيش معرفش خلاص انا ما بفهمش في دي انما على الاقل بحسن النية التي ابداها اه يمكن خرج من تومة التهرب بس هيبقى ملزم بالتنفيذ طب التنفيذ ده هيعمل ايه هيعمل ايه مش هيقدر يرجع كما فهمت النهار ده انه مش هيقدر يرجع ينفذ التزامه بالعارة ومن ثم لابد ان الجانب التونسي يتفاهم ان دي ظروف خدمة مش بتاعها يعني الاهل ملوش سيء فيها ولا اي حد صحيح فطبعا نتمنى ان الموضوع يخلص وحيبقى حلو طبعا الطبيعي والمنطقيين يلعب في طلاق الجيش يا ميلعبش كفريع اسكري لانه هو كده في الخدمة الالزامية هو في الخدمة انتهى وهو لما مشي يعني خلاص حط نفسه في موقف ان لا يا ابني ماينفعش حد يتعامل مع هذا الموضوع بالعدم الفهم والاستهانة دي فهو طبعا ده الموقف دلوقتي يعني رقم واحد انه رجعوا وطبعا نادي الالي ما عندوش اي مشكلة ان يلعب في طلاق الجيش بشرط تسوية الموقف طب مع السفاقسي هو مضى في السفاقسي مضى والشهادة هناك والشهادة الدولية ها هم دخلوا على السيستم على طول فعلوه فهو مفيش حال غير انه هو يقعد السنتين دونه غير لعب اذا كان عايز يلعب هو جيشه سنتين سنة وشوية يعني ما عرفش انا اه انما هي حتبقى حتكلفه موسمين بدون اه او اكتر بقى حسب بقى ما يعني انا ما عرفش ما يتقرر بالنسبة لت سلوكيات وتصرفاته ما انت دخلت الجيش ما فيش ازار هنا والموضوع في الجيش ما ينفعش فيه حد كبير يتدخل وحد صغير وكلام ده مفوهش لبس انته مفوهش اه فانت دلوقتي اذا اراد ان يلعب كرة حيلعبها عن طريق طلع الجيش اه وعلى الجانب التونسي الصفاخصي تفاهم او بقى كدولة عربية حتى هو مش حييلك اه يعني وانت كنادي انت بره للمشكلة انا انا منيش طرف فيه انا فعلت عقده لانه هو كان جدد العقد معنا بشرط انه هو يطلع اعارة للصفاخصي ايه فاحنا التزمنا بتجديد العقد واعطاءه اه حق يعني ان احنا مفونا على الاعارة ومن ثم هم استخدموا هذا في انهم اخدوا البطاق ولكن هو ما اتعملش مع موضوع التجنيد بالوعي الكافي يعني ما كانش حد جانبه غير انه خد كلامنا على الاساس انه يعني ربما يعني لا انا حرجع وانا مش هربان انا حسافر امضي وارجع وهو عمل كده وحسن فعلا لقى ان اخوه كلمني قلت له مفيش حل الموضوع ده مش هتحل وهو في تونس لازم يرجع ويزبط حسن الني